طيب عندي عدد من الملفات المهمة جدا اللي حابة أتكلم فيها مع حضراتكم بالتحديد نبتدي بالفريق الأول لقرة القدم بالنادي الأهلي واللي بيستعد خلال الفترة دي والأيام الحالية لتحديات غاية في الأهمية ولمرحلة غاية في الصعوبة احنا عارفين أن الأهلي استقنف تدريباته بالأمس بشكل مباشر بعد انتهاء مباراة سنبا وتحقيق الأهداف منها بالفوز بالسلاس نقاط والوصول للنقطة رقم 11 لكن طبعا الجهاز الفني قرر أن النهاردة كمان يكون راحة بالنسبة للعبين ده في إطار البرنامج اللي تم وضعه للاستعداد للمرحلة المقبلة بكرة بإذن الله الفريق حيستقنف تدريباته بشكل طبيعي عشان يستعد لإيه بقى لمباراة النصر بإذن الله تعالى يوم الأربع اللي جاي في بطولة كاس مصر إن شاء الله الفريق يكون موفق مباراة صعبة جدا طبعا لأن مباراة كاس مصر دايما ممكن تشهد مفاجآت إن شاء الله ما نتمناش إن ده يحصل خالص وإن شاء الله بإذن الله الأهل يتخطى الدور دوي يكمل في البطولة بطولة بيدافع فيها النادي الأهلي عن لقبه كمان عندنا مباراة غاية في الأهمية في إطار المنافسة على بطولة أخرى بطولة الدوري مع الغريم التقليدي والفريق الكبير نادي الزمالك مباراة دايما بتبقى قوية فبالتالي المنافسة فيها بتبقى صعبة جدا خصوصا إن فرقتين السنة دي في بطولة الدوري من المراض أو من النوادر في الحقيقة أن يكون فيه منافسة قوية أو تكون فيه مباراة كمة في إطار تنافسي بخصوص عدد النقاط وبخصوص البطولة كان قبل كده فترات كتيرة الأهلي كان بيبقى حاسم كل الأمور لكن المباراة دي الزمالك في الحقيقة في الصورة وبينافس على بطولة الدوري فمن هنا جاية صعوبة هذه المباراة بالتالي النادي الأهلي حاطت برنامج مهم جدا للاستعداد للمباراة دول بخلاف دول كمان عندنا مباراة كتيرة على مدار شهر أربعة بالكامل لكن بالتحديد بقى اللي يهم كل جماهير النادي الأهلي أمر الإصابات والكل بيسأل مين يلحق مباراة الزمالك؟ مين ما يلحقش؟ مين حيكون جاهز؟ مين مش حيكون جاهز؟ فخليني كده أبتدي بحضراتكم بلعيب لعيب وأقول لكم الموقف شبه النهائي الموقف شبه النهائي بخصوص لحق بعض اللعبين بمباراة الزمالك للأسف الأهلي عنده عدد كبير من الغيابات بشكل عام ومش عشان بس مطش الزمالك لا عشان مرحلة نفسها صعبة المرحلة نفسها صعبة مرحلة حسم في بعض البطولات يعني فخليني يبتدي بعلي معلول علي معلول خارج مباراة القمة بشكل رسم علي معلول خارج مباراة الزمالك نفس الحال بالنسبة لمحمود وحيد لعب النادي الأهلي اللي قدامه تقريبا سبعين أو أقل بعدد أيام قليلة شوية ممكن من عشرة تأمين سبعين يلحق أو يخش التدريبات الجماعية مع الفريق لكن بالتالي علي معلول ومحمود وحيد خارج مباراة القمة الحمد يفاتح احنا عارفين طبعا غايب بسبب الإصابة ادي تلاتة من اللعيبة اللي كانوا في الصورة بشكل كبير جدا برا المباراة دي طيب من تاني جونيور أجاية جونيور أجاية عنده ايه؟ عنده شد في العضلة الضم أو قول تقل في العضلة الضم موقفه إن مطش الزمالك حتى هذه اللحظة أنا بتكلم من حضراتكم أجاية برا المطش أجاية غير متاح بالنسبة للجلاز الفني في مباراة الزمالك حتى هذه اللحظة النسب كبيرة جدا إن أجاية ما يلحقش مباراة الزمالك للأسف لأنه هو لاعب كمان مهمة قوي وكان بيتقلق خلال الفترة اللي فاتت بشكل ملفت في الحقيقة الغياب كمان اللي حيكون مؤثر قوي بالنسبة لنادي الأهلي وده تأكد بنسبة 100% محمد هاني مش هيكون موجود في مباراة القمة ادي أربع أو خمس لعيبة بيغيبوا محمد هاني عنده اصابة أو شد في العضلة الضم كان تعرض ليه في المران الأخير قبل مباراة سنبا فبالتالي خلاص محمد هاني محتاج على أقل تقدير أسبوعين المطشة خلاص كمان أسبوع ده لحد الجايزة النهاردة فبالتالي صعب جدا محمد هاني يلحق هذه المباراة طيب فيما يتعلق بفرص ياسر إبراهيم في اللحق بمباراة الزمالك ياسر إبراهيم عنده تقل في العضلة الضم فبالتالي موقفه ايه؟ هيتحدد خلال يعني التمرين اللي جاي أو اللي بعده على أقصى تقديري يعني يا بكرة يا بعده يتحدد موقف ياسر إبراهيم من اللحق مباراة الكمة نسب لحقه في الحقيقة أعلى من نسب عدم لحقه يعني ممكن نقول ايه؟ 60-70% ممكن يلحق لكن مش مضمون يعني الوضع مش مضمون واللي يطمنني في الموضوع ده ظهور رامي ربيعة بشكل ممتاز في المباراة الأخيرة أمام سنبا فأنت تطمن عندك بدر ربنا يحميهم الإصابات وعندك رامي ربيعة يكون موجود وأيمن أشرف كمان ربنا يحميهم الإصابات يكون موجود في مركز الظاهير الأيصر ناحية اللي مين كده هيكون بكم بما أنه أيضا قدى مباراة جايدة في مباراة سنبا فأنا بقول له حضراتكم كل الجديد وكل اللي بتعلق بملف الإصابات لأنه ده بيشغل بال جماهير النادي الأهلي بشكل كبير جدا والكل بيستعد خلاص لمباراة الكمة الهمة جدا يوم الحد بسيحنا عندنا طبعا مباراة أهمة قبلها وهي مباراة النصر آخر واحد عايز أتكلم عنه وهو والتر بواليا والتر بواليا جاهز لمباراة النصر ولمباراة الزمانيك بإذن الله بنسبة 100% وكان عنده بعض الألام في المعدة كده خليتهم يعني يغيب عن مباراة سنبا لكن هو خلاص أصبح جاهز للمباراة المقبلاتين ده فيما يتعلق بملف الإصابات في النادي الأهلي نتمنى كل التوفيق بالمناسبة بالمناسبة إحنا مش معنى أن إحنا نتكلم على الغيابات المؤثرة في صفوف النادي الأهلي إحنا كده نقلق وإن إحنا وإن الأهلي كده فرصوا ضعيفة في الفرص لا لا إطلاق إطلاق إحنا عندنا قايمة من اللاعبين المميزين جدا مفيش حد يقل عن التاني خالص خالص أي حد حيكون موجود في الملعب أي حد حيلبس التيشرت الأحمر حيكون جاهز أنه يلعب مباراة كبيرة في أي مباراة بغض النظر أنت هتلعب فلان والعلان ولا كلام منت أي لعب موجود في قائمة النادي الأهلي يقدر أنه يفرح جمهوري النادي الأهلي ويقدر أنه يحقق المطلوب المستويات كلها قريبة من بعض في قائمة النادي الأهلي وده اللي اشتغل عليه المسؤولين عن القرى في النادي على مدار فترات فاتت كثير جدا ونجحوا في أن هما يوصلوا لتوليف مميزة والقائمة مميزة تقدر أنها يتأدي بالشكل المطلوب وده كان تحسبا للغيابات اللي احنا فعلا بنعاني منها خلال الفترة الحالية فكل التوفيق للعابي النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة والشهر الحالي الصعب جدا اشتركوا في القناة